نهار الطبيعة ميشن نيتشر داي فور بتبلش هلأ جيد مورنج آنتوني مارك أول محمية تنظم لأتفاقية مميز يولي هي اسمع الأصوات جوايق عصري هندرد هلأ بتعرف شبه آنتوني محفوظة هاي كيفة بتتبلش من اللون بيوتفلي لون صحي وقت شو؟ الترويقه نفي انا قول طاولة الارض فوت فوت قريب لغنون مش معقول ما بعض كيف يعملوا بس كل صحة أحلى من تاني فالأول السفرة بتقلي بدا نجي الى هون موطق دايك كل يوم أحلى من اللي قبل بري سيمبل بري سموذ بري صوفت موسيقى 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 المالكية لحماية الطبيعة تأسست عام 1960 من قبل مجموبة من الصيدين تم الإنشاء ت unex nelle محمية في الأردن بمساحات كثير مختلفة واحدة منهم هي محمية الأزلق المائية ما حال ما حالا موجودين وعنها محمية الشومري، محمية غابات عجلون وعنها محمية غابات دبين وعنها واحدة من أحدث المحميات اللي هم محمية برقع الطبيعي البليشة رائعة بيرفكت ستورت من الوعي من خمسة ونص للسماء اللي بتعقد التقس الكتير حلو الأجواء الرائعة الألوان والغيوم التوب نوتش مارك، مرحبا، مرحبا، مرحبا ماذا هنا الواتلانز أو العربية؟ المستنقعات أو المناطق الرتبة فهنا من أهم إيكو سيستمز بالعالم يعني تقريبا 40% من كل النباتات بالعالم موجودين بالواتلانز التنوع البيولوجي الذي فيهم خيالي لكن ليس فقط هكذا، الواتلانز مهمين لنا كبشر يعني هم بأمنوا كتير من الفود لمنكلهم مثلا 40% من مناطق المزروعة بواتلانز مثل الرز وهيكا هم بيعطوا الأكل للبشرية بنا اللقاء من دون الواتلانز الماء تكون ملوسة لأنهم مثل السيستمز يوهم في التعامل من الماء و يرجعون و تخرجوا منها من دون الواتلانز يصبح لنا كثير من قابلات ونقوم بعمل أفرس لنردهم هناك اتفاقية اسمه الرمسر التي عملت بإيران وهو الهدف مننا هو نحافظ على كل المستنقعات هناك أكثر و أكثر في بلدين فيها مستنقعات ومحميات شغلة مهمة لنحافظ عليها لكنها تذهب لذلك هي اتفاقية موجودة لنحافظ عليهم الانسان يريد أن يفهم أهميتهم ويفهم أنه إذا اختفوا وجودنا يختفونها وهذا المطرح الذي نحن فيه الآن يخبروننا عنه نحن في محمية الأزرق يصبح هناك شغلة كثيرا كما تريد أن تكون كثيرة لأنه وقته عمله عمان وكبرة المدينة يجب أن يأخذه الكثير من هنا لدرجة لا ترى كيف تصبح الخبرية أخذ هذا المستنع 250 ألف سنة لتتكون من 1960 أنجأ بعشرين سنة اختفت تقريباً تبطل فيها ماء لا تبطل فيه ولا نبع موجود هنا الآن كل شيء ترى ومشكراً في الأردن يرجعون يردون الماء ولكن يردون 10 مليون متر مكعب من الماء هو كافي لأنه يبقى 10% من ما كان من قبل ترى كيف تصبح الأشياء وفي نوع سنة كما نرى اليوم تقريباً اختفت بطريت موجودة بسموها السرحانة اختفت كلياً لحد ما يعلم من النمسا لأباد بعد في منهم يمكن لو فرقت ما وعشر أوشرين كانت اختفت كلياً وما في منها بالعالم كله غير هون وهذا الهدف من زيارتنا نضوي على نباتات وعلى سمك وعلى حيوانات موجودة بس بالأردن نتعرف على جمال أردن من خلال هذه الأشياء أنا حازم الحريشة مدير محمية الأزرق المائية هذه المحمية طبعاً هي أول محمية تنظم لها اتفاقية مميزة اللي هي اتفاقية رامسار موقع الآن مساحته كانت معشر كيلو متر مربع الآن توسع لا صار 74 كيلو متر مربع الآن المحمية كمان حظيت بإعلان دولي جديد اللي هو دخولها ضمن القائمة الخضراء التابع للاتحاد الدولي لسون الطبيعة كأفضل الممارسات الإدارية على مستوى العالم المكان هو مهم على مستوى الأثار اللي موجود فيه في بعض المواقع الأثارية اللي موجودة داخل هذا المكان مثل بسموه هون الدائرة الأموية موسيقى 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 لأن العصفير لا تقطع فوق الماء و يريدون مطارح مثل هذه اللي يرتاحوا تخيل قد قطع ناس هون كلهم يذهبون من منطقة لمنطقة يقطعوا بالسحراء وهذا كان المطرح الوحيد الذي كانوا يوقفوا ليشربوا ماء بـ 250 ألف سنة قد قطع ناس وحضرات وهذا المطرح معرض للخطأ لو لم يكن هناك جمعيات مثل الجماعية الملكية لحماية الطبيعة كان هذا المطرح يذهبون لم يكن تخيلوا قد قد قطع كانت تقطع من هون كانت تقطع الوحيدة و هلأ نحكي عن النباتات الموجودة في هذا المطرح و نتعرف عليها واحدة واحدة تسمع على الصوت الرواق و لون الطبيعي بشكل و لا يوجد أن يكون جميلة التمارس قبل المزهرة والطيفة يحيي هون هذي كمان إيكو سيستم طبعاً الواتلاند دائماً في هنا بدأت شي رائع و قديش فيها غنة الناس ما بتعرف عنه أكيد هذا المكان كمان مهم كثير للطيور المهاجرة الأزرق يعني اشتهرت بالطيور و فيها أكثر من 350 نوع طير تم تسجيله داخل محمية الأزرق أي ما يشكل ثلثي طيور المملكة الأردنية الحاشمية في الأردن تسجل 435 نوع داخل هاي المحمية لحالها 350 نوع تسجل و الناس فيها تجي بهذا البيت الصغير تتفرج عليهم تقضى أكثر من بيت زي هيك بيقدر يقعد و يعمل بيرد واتشينج للأنواع اللي بتيجي خلال اللي إحنا الآن بفترة هجرة الربيع و في عنا فترة هجرة الخريف تقنى تقنى تقدم ما ترى عندك؟ ترغمني إننا هاي مالي 100 تعال شعر مالي 100؟ ها," صورت شمارة فيه؟ اهه أه، شعويت هذه النبتة يسمى نيترازيا وهذا ما نسميها سباس بيونياريا هي مهمة لكل الإكو سيستم لماذا؟ لأن هذه النبتة تتحمل كثير ملوحة ونفس الوقت ولا شوية ملوحة فمطرح معين تعيش مع التمارس ومطرح معين تعيش مع الماء لو لم تكن موجودة كانت كثير من الرمل تساعد أن الرمل يبقى وينما كان ومن دونها هذا الإكو سيستم معرض للخطر تعطي فويكة بيت تاكل اسمها الغركض هذه النبتة تعمل فورمسيون اسمها نبخس يعني هي مثل كأنا بتخلي دائما مثل كأنا مخدة بتخلي الرمل يثبت دائما مطرحه نحن هنا عم نتطلع على عجيبة من الطبيعة لأن هذه السمكة الصغيرة تقريباً أردت لحد ما علماء شاهدوا بائد بعد المطرح معين لو لم تروا هؤلاء البيت كانوا الوحيدين بعد البائيين لأن كل السمكة الماء مات من هذه البيت قدرنا نرجع نرد هذه السمكة على الطبيعة وهذا الشر يجب أن تعلم منها وهي تعتبر الفرتبريت الوحيد المستوطن بالأردن بين كل الحيوانات هنا بالأردن طبيعة جميل 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 موسيقى موسيقى محفوظة من القرمة برا لجوه يعني كأنه مش معقول يوطفال الأمام هل نحن؟ موسيقى 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 حافظة موسيقى 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 بوادي الريان لورق الموز والحلفة وعنا مركز ببني حميدة للبسط والصوف وعنا مركز بالنظيف للتطريز والإنحاس وإلى آخره نحن نعملون ببارب نفرجون وأنا أكيد يأتي الناس من كل بلدين العالم رح يقولوا واو حلوين عابلنا بتصدروا؟ منصدر عنا إي كوميرس بلاتفور موجود على البيتج تبعنا أنييي بودي كان أوردر ويشيب وردوا موسيقى هذه واحد من مشاريع مؤسسة نهر الأردن هو مطبخ الكرمي واحد من قطاعات مطبخ الكرمي اللي هو الفروزن لاين اللي إحنا بنصنعه بعيدة سيدات المطبخ عنا حوالي 88 سيدة بشتغلوا بمطبخنا الإنتاجي تبروديوز كل هاي المنتجات اللي بنطرحها بالأسواق موجودة بكل السوبر ماركت من مسخن رولز من كبة سنبوسك اللي معمول على الطريقة الأصلية طريقة أمي وأمك وستي وستك كبة بالصينية برسونالايز كل هاي منتجات تتصنع بمركزنا بجبل الناصر موسيقى بتبلش من اللون يلي مطبخ مضبوط أبيض من تحت محمص شوية من فوق بتكفوا بالديزاين اللي معمولين بالإيد بهذا المقلقة الكثير صغير واحدة وحدة ثانية واحدة وحدة ثانية مشغولين مكسموم بحب بحنان وكثير واضح وحاسس يعني نحبهم كثير وتبلش بالقرشة وبالإحساس اللي بتحسسه متل الرمل شوية تحت السنان وكل هول بعد ما كدشت انديد لديت راية لديت خفيف لديه معمولين بالحب بيوتفلي دون طعمة التيتا بمحل نحن هون بحرفة بني حميدة أو الغزل الصوف هي حرفة قديمة جدا مشهور فيها منطقة مادبة أو جبل مكاور الحرفة هاي كانت من الأجداد في منها من ننتج على النول العمودي على الأرض السيدات تبع جبل مكاور ما بيعرفوا غير هاي الحرفة هاي حرفة مش موجودة بكل العالم موجودة عنا منصنع منها بصوت ترديشنال بصوت مودرن زي ما انت شايف سلال مخدات وول هانجنجز من بعض البرمي صار وقت شو الترويقة يلا تعوها معاك طاولة الأرض طاولة البلد طاولة الهيريتش طاولة الترديشنز بتبلش من المنقوشة بعدين اللبنة بعدين الجبنة البيض الزعتر الزيتون الحمص الفلافل يعني بعتقد هي بتحكي عن حالة انا قد مخبركم عن الطاولة بعتقد هي بتحكي عن حالة يبقى هذا المحل الكتير حلو دائما بيشغل كتير ناس كمان بيعمل كتير فارق ازعى بالكم تاكلوا لقمة فيها نفس وهذا اهم شيء فيها ألوان بتحط تحكي على الوجه بصوت وتعفو انتجوا مندوء فوت فوت قريب لأفون طلع خطة عدولي اكس بنادك تم عمونين كتير منيح انتجو عن جد موسيقى هذه تحفي فنية غدء 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 مش معقول غرب غرشك غدء 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 مضيح كيف يعملون بس كل الصحن أحلى من تاني ديكار قلوان و تفاصيل كبة منقلبها من كبة عادية لكبة خرش صورة يعني واحد بمعافظة بيتلعب له يكلة قدمة حلوة في شغلة كتير كتير مهمة هي هاي أرنبيطة كاملة شوية طحينة شوية رمان شوية نقنع والنفس بلحقنا من وحدة لوحدة 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 الحامض المظبوط الطعم المظبوطة وبتحسه واضح انه فيه ستات عم تشتغل حبة حبة طرعوا لفة السامبوسة شو أحلى من هناك؟ ترجعي على الأردن خمسة مرات وما كنت بعرف بها راستوران مايصحالي على هذا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك شكرا لك لقلدك طوب نوتش شو بعد فيتا بالفلاج نسيتا فول فلاج طيبين من عطيب الوافاة سيفر 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 طيب برافو 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 عنجد واو 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 مايصحي أكلتم وحبيتم مايصحي مفى نفس القلوين حتى ديكول حتى المحال درابا شكرا الكرام شكرا فل الأمراهن وشكرا و錯Ó جدا شكرا ؟ هل تعرف كيف تلك الأيض؟ طبعا وتمكنف الخير في عجمة هكذا مايهه تعتب suppose أفضل كنيسة أرتودوكس كنيسة أرثودوكس قديمة كتير وفيها على الأرض واحدة من أكبر و أقدم فينا نقول الخرايط العالم يلي بعد فيه مننا كم شقفة وفيها لأردن بالنصف وسيقبت أنه في شخص قاعد جوا كانت عم تفسر عنها صورنيها قدم قدرنا موسيقى قدرنا الآن إلى الجبل الجبل كثير مهم أول السفرة تقول لي أريد أن نأتي إلى هنا صحيح ونحن أصرنا وما سنرى؟ أصرنا في الجبل الميبو نحن هنا نرى مناظر مناظر ونحن هنا لأنه لدينا ميسج بهاية الأرض موسى نوعد الأرض البرميز ونحن نرى هذه الأرض حفظنا لها أو لا دعنا نرى وبيو ديفرسيتي كثير غنية ومناظرها رائعة بتطل على كزا مدينة مهمة بتطل على مناظر بتعقد فينا نرى كل البيو ديفرسيتي من هنا ترجمة نانسي قنقر موسى ومناظرها كيف حال هذا المنظر؟ كثير حال هذا المنظر نرى كل ما نقوم هنا بالدور هناك كل المنظر نتخيلوا من هذا المطرح إذا كانت الحمس صافي نرى البحر الميت بوجنا هناك قلعة تلحم من هنا نرى رشاليم إذا نرى رمالة أريحة بالآخر هيك بحيرة التبريا وعم نشوف المنظر كله الصحراوي حدنا في سندين ولانا في سنوبر شي كتير حلا خاصة نجين لهون لنشوف هيدا الفسايفساء وعلى قطع أنا بقول فيك هيدا الفسايفساء أول إشيء لأنه بتحكي عن بروسزينج لايف أول إشيء أنه تطور الحياة من الرائع كان يستخدم العرو بعدين استخدم الشيل بعدين هيدا موسيقى The Dog and Horses بعدين اللين الأخير أبل ما يصير peace بكون قاد He's watching his hair grazing last one Black skin guy White skin guy Talking about liberty غير هيك وهيك كمان إنه While you are traveling You bring your influence with you لأن أوسلس كان موجود أنه زيبر ما كان موجود بس While traveling You bring your influence with you موسيقى موسيقى كتير تعرف ليه؟ موسيقى أول مرة بحصة نجزة حالة ايكوال اليوم بكم شغلة معك اه اوكي وماييي سيولير وماك سيولير الشيطان موسيقى وترجى落سكوا لبرشان موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة غير كونسط. من عشر درجات تنزل كمبريتلي رح نقضي الليلة بالماريوت رح ننزل أكيد نتسبح بالبحر الميت ومنقلع إكسبرينس من هلا للصبح أجواء كثير حلوة لن ترى الناس قاعدين فيها تحسون حالكم في موضوع حتى لو كانت وضع كوفيد في المنطقة صعب 545 مرحبا هاو عم نتشوفها مع بعضنا نبدأ بالسالون من كافة بمدخل طولة صفرة مكتب تأشتغل سالون ثاني يوتيوب تأحضر حالي اتخذ مساج اتخذ تيل واسع مع التيفي خزين البيت كلها سوى جاكوزي جاكوزي بس معصولة ها اتبع في نباشة تحمسوا الشباب و زر وقت ننزل نفوش على الماء اوكي لانو مش مبسوطين من امي او حميس او حميس او حميس او حميس اوكي أم لديك ساك 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 هاديك السفرة جيته وعدها تسير لا هلا عنجاد ما جيته لا تسيرت سيلكش سبع أسيال بلا مزح هلا كله بتقلي لا لا شو عامل أبو شادي المعتر هدي كل مرة ولا مستخف بأكل الفول الله ما بعرفه أسأله أسأله لأبو شادي هو مبسوط أنه بس أكل الفول بالأردن ما شيف هول أوك ما رح تعلقنا بين بعضنا أحبك توني اشتقتلك زفرت الجيب نحنا ساوى بدا تسير هلو الحسيس متل ما شفته واحد بفوش على الأخر أنا عم بسمح انت عم تسمح وما عم بدق وجيلك تحت لا مارك نحن هلا خلينا نشوف شو تعلمنا من البحر الميت شو فينا نعلم من البحر الميت شو هنالقشة اللي واحد يزمع لكم مئة بالمئة شو أولا نحن بأوطى مترح على الأرد أربعمية وتلاتين ثمانية وتلاتين متر تحت البحر لا بد تغير كل سنة تقريباً عن بيوتا متر هيدا مشكل لعنا هي كتير كبير هو أكتر مترح مالح بالعالم كيف يسمى البحر الميت يعني فينا نقول أنه اليوم من هون واحد ما في قول وين نزل على بيروت طالع على الجبل إنهم من هون مشبور تطلع مئة بالمئة يعني بس هيدا هيدا شي حالو لو انت بأوطى مترح هيدا شي حالو هي بس تقولوا أنه يمكن عم تقولوا تب تطلعوا فينا وركزوا بس تخبركم أنه نحنا كتير حاضرين أو شايفين على جوجل هيدا الصورة طبعاً للاقت جريدة بأننا نسينا الجريدة فوق فبس تفكروا أنه فأخذنا الصورة طبعاً مسيو لقيت بالجريدة هيك وهيك ما بيفوش يعني ما بيتسبح في يجي يفوش طبع الشغلتين هي فيها تقريباً تسعى لعشر مرات أكتر ملح من البحر اللي نحنا بنعرفه طب شو اللي عمل هيدا الشي حواليك الجبال هلا ما رح نفوت كتير تكنيكل بس بتشتي والشتة اللي ينزل هو أسدك بينزل هيدا الشتة الأسدك وبيأخذ من الحجار ومن التراب ووينما كان ملح وبينزله لهم ركيت بيتحولوا ويصيروا ملح المشكل هيدا الشي عادة وينما كان هيدا بيصير هون الماء لأنه هيدا مانه بحر بس مول بحر ميت بس هيدا كبير إذا أريدك بحيرة كبيرة فعادة الماء تفل لبرا والملح معه هون ما بيصير هكذا هون بيضله جوا الملح برقيد أكتر وأكتر والماء تتبخر بسبب الشمس أخذت أكيد مليون سنين وانسكرت بسبب بلاك تكتونيك فصار الملح يكتر 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 والماء تفل لبرا والماء تتبخر وصار مالح كبير لماذا تفوش؟ لماذا تفوش؟ لأن جسمك تقريبا 900 تقريبا 985 كيلوغرام ممتر كوب بينما هيدا هي 1250 كيلوغرام فصار تفوش حسنا إذا كنت أقوم بعمل تبولة ولدرجة في ملح أريدك أن تباية من البحر معقول شربها مبارك لا أشعر أحد أجعل هنا وفكر بالتبولة أقول لك الملح تفوش شرب موسيقى موسيقى نحنا بالماريوت داتسي رح نخبركم عن الأوتال شو رح نعمل الطبخ الطاولة التي تاخد لها اللي محاضرين لها رح نعيشكم حلم شوي نحنا من بعضنا هنا ماريوت داتسي فيه حوالي 250 غورفة فيه عندنا لوكيشن كتير كبيرة اوتدور لوكيشنز بنقدر نعمل فيها عدة بنت فيه عندنا ثلاث مطاعم رئيسية اللي هو المطاعم الرئيسي بإنترنشنال بوفي موزايكو بلس في عندنا التشامبيونز اللي هو السبورت بار بلس في عندنا هون كمان الاطاعم رسلان تالتيرازو وهون احنا هلا في المكان هادا اللي هو كاسكيد اللي هو هادا اوتدور فينو هذا للإفنت سبيشال يعني لالبرايفيت إفنت اللي بتكون موجودة عنا بالماريوت داتسي موسيقى 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 كثير 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 لذيذة جميل جدا احنا مبسوطين كثير انك معانا اتمنى انه يعجبك اكلنا وطبخنا الاردني مش كثير احنا منفرق عن بعضنا يمكن بلا اكل كثير احنا امفلونس من الريجين هاي اللي فانت كلنا مع بعض بعدين عنا الليت البنادورة مع اللحن simple food اهيا من هيك ما بيصير simplicity وطالع فيهم شيء كثير كثير طائر very simple, very smooth, very soft go 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 exactly go go try go 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 اشتركوا في القناة